اشتركوا في القناة وما للظالمين من نصير وهذه الآية تبين أن من عبد غير الله فليس له حجة في عبادته كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون أيا المشركون الله قل أفلا تتقون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون هذه الدعوة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم مسلمهم ونصرانيهم ولا دينيهم أن العبادة حق الله جل وعلا لا يستحق أحد العبادة مع الله هذه دعوتنا الدارين نقدمها للناس لا ملك من الملائكة ولا رسول من الرسل الكرام ولا صحابي من الصحابة أهل الجنة ولا واحد من الأئمة الأربعة المتبوعين المرضيين ولا غيرهم من أئمة الهدى ولا غيرهم من الصالحين لا يملكون مع الله شيئا في هذا الكون ولا يدبرون شيئا مع الله في هذا الكون وهذه هي دعوة الرسل أن يعبد الله وأن يوحد الله ثم أن يبين أن من عبد مع الله عبادته باطلة ولا يستقيم إيمان العبد وتوحيده ودينه إلا إذا اعتقد أن هذه الآلهة عبادتها مع الله باطلة وضاحظة ومن أشرك مع الله أحدا في عبادته فأنه حابط العمل وأنه ليس لو علاقة بالإسلام ولا الإيمان دد ربنا سبحانه وتعالى ولما دعت الرسل إلى ذلك كما حكى إخواننا أخرجوا وتردوا وأوذوا ورموا بالحجارة ورجموا حتى فعل ذلك بخاتمهم ومقدمهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي المصادمة التي يفتر علينا بها كثير من المخذلين والمفترين المصادمة يتقى إلى جنه ترد على المبتدع والمشرك والمضل وتبين الحق بيقوم برد عليك في إمتى؟ من الأدل ما ذكروا لك الأخوان شاكد ربنا قال في الآية البعدية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة كما قال العلام السعدي بينات يميز فيها الحق عن الباطل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر كما قال السعدي وجوههم معبسة وأبشارهم مكفهرة قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون دار يضربهم ويأخذوهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يسطل لأنهم يتلون عليهم آياتنا كما قال الله سبحانه وتعالى وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم ليه لما سمعوا شنوه الذكر لما تجد بين الذكر للناس اللي هو القرآن قل إنما أنذركم بشنوه بالوحي لما تجد توريهم الآيات والأدلة الواضحات البينات وتجد توريهم إنه من عبدوا مع الله ولو بلغوا ما بلغوا من الصلاح في إمتى لما تجد تبين للناس كده بعدهم بجي صدمه ولذلك أخبر ورقة كما بيّن أخونا فارس هنا قال ورقة ابن نوفل لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه الملك ونزلت عليه صورة إقراء قال يا ليتني أكون فيها جذعا شابا إذ يخرجك قومك قال أومخرجيهم قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وجاء في لفظ في كتاب التفسير في صحيح البخار إلا وأوذي قال العلامة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال وأوذيه وعوذيه لأن ما جاء به يأمرهم مأمورهم بالخروج عن مألوفهم في أمتى؟ ألف وشنوه يقول لك مما قمنا أن إحنا مع المهيوبة ومع النوبة ومع أهل الله بيفزعونا ومع البادرابة بقو جراب ومع برع الغام ومع الصايم ديمة ومع الكباشي ومع شيخبي علم الغاب وشيخبي الدجانة وشيخبي جيب الريحة ديم علوفاتهم كويس؟ قال وهو مأمور ده كلام ابن حجر قال وهو مأمور بمنابذتهم رفت المصادة ما جاء من وين؟ يا بي خملان وشفت المعاو عارفين المصادة ما جاء من وين؟ ده الدين كده انت قاله كيف؟ انت قال بس تقعد كده قال أنا أبقى زي العسيمين لا والله والله خلينا داخلك اللجنة الدائمة أحسن ما أتوسط لك؟ ما ديرنا أتوسط لك؟ أنا دير أقعد كده يا زار ربنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز الأصنام فهجر ولا تمن تستكثر أول موقف في الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل الصفعة وأخبرهم وامتحنهم أنه لو أخبرهم أن جيشاً وراء الجبل أو كنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذباً قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلح ودي العرب فهمين معنى لا إله إلا الله طوالي أبو لهب قال تباً لك للنبي عليه الصلاة والسلام دي عبارة عن شنو كده وريني لها أبو لهب دا ما قالوا يعني عمل شنو دي سيمة شنو دي مش سيمة زي ما بتسمي مصادمة في إمتى ولذلك الشيخ محمد بن إبراهيم أهل الشيخ كمانا قال لك أخونا وبكر في الكتاب اسمه نصيح للشباب في الرد على هذه الشلة قال مدح الشيخ الألباني قال وهو صاحب سنة قال ومصادمة لأهل البدع عشان كده أورد الإمام الشاطبي عليه رحمة الله الله يشطبكم من الواتساب ومن أي هوس في إمتى قاعدين تلعبه على المسلمين في إمتى الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام نقلاً عن ابن وضاح في البدع والنهي عنها رسالة من واحد من السلف اسمه أسد ابن موسى إلى أسد ابن الفراد دي الأسود انت قايلهم كالأرانب تدخل إلى جحورها وشايل ليك كتاب هنا لو قدت البرعي أي حاجة ما أبزل بذلك وتقعد لي وراء الجامع وخالف كراءك وشايل بألبن هزل دي دعوة التوحيد ما تكذب على المسلمين تكذب على المسلمين انت والمجموعة اللافين معاك دارين تبلبلوا للناس عقولهم ودعواتهم لكن نحن لكم بحمد الله بالمرصاد كتب ليه كتب ليه أسد ابن موسى قال اعلم أخي اعلم أخي أن إنما حملني على الكذب إليك ما أنكر إنما هو ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله قال له أهل بلدك أنكروا عليك الشدة وأنا كاتب ليك عشان أشد من أزرك عشان تواصل تواصل في شدة على أهل البدع مش تقعد تطعي السمى الغالبة يا زولنا دار عمال ليه اه واش بتاع كورونا انت مهون في مخط أنا قاعد أبقل للناس دين قال من الإنكار اه وعيبك على أهل البدع قال وكثرة ذكرك لهم لأنه قال دي بيقسم الغالب على حلاغاتنا قال وكثرة ده الشاطبي وده ابن وضاه وده أسد ابن موسى إلى أسد ابن فرات أرايك شنو وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم كمتا؟ قال قال فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة لكن ده ربنا خذ البعو ظهر أهل السنة قال وشد بك ظهر أهل السنة قال بيشنو قال 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 وذلك بإظهار عيبهم وطعن عليهم قال لأني تبين ظهر العيب عليهم وطعن عليهم ربنا سبحانه وتعالى شد بك ظهر أهل السنة إلى أن قال ذلك الإمام الجبل عليه رحمة الله قال وَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ وَصَارَ أَهْلُ الْبِدَعِ مُسْتَتِرِينَ هل بيقعدوا تحدي المنوه ده لأهل البدع ده كلامنا نحن أمشي أشطوبة من الاعتصام للشاطر في انت قال قال واحتسب ثواب ذلك قال له دي فيه ثواب كثير وأن ذلك من أفضل أعمالك الصالحات من الصيام مما تعتد به يعني مما تدخل ليوم القيامة قال من الصلاة والصيام والحج والجهاد قال وأين ذلك يعني الطعنفة للبدع الكلام ده قال دي ما بتساويه قال وأين ذلك يعني الحج والصيام والصلاة والجهاد والضرب السيوف وإلاقة الدماء مع عظم هذه الأمور في الإسلام قال وأين ذلك من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده السلف السلف الشيخ الإسلام بن تيمية قال وأهل المقالات وأهل البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب واجب بغادرة الشمبات باتفاق المسلمين فإمتددنا الله والله نطعن في أهل البدع ونطعن في من يحامي عن أهل البدع بل ابن تيمية قال ويجب عقوبة كل من أثنى عليهم أهل البدع أو أخذ يعتذر إليهم في إمتة إلى أن يقول وكل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فإن القيام عليهم من أعظم الواجبات فإنهم أفسد العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادة والله لا يحب المفسدين ولذلك أخوانا من سمة دعوتنا أن ربنا شد بها بحمد الله شد بها ظهور أهل السنة وقمع بها كثير من أهل البدع من المتصوفة والأخوان المسلمين والحزبين من أنصار السنة وشرقوا بهذه الحلقات وشرقوا بهذه الدعوة أننا نصرح بالطعن عليهم وأننا نذكرهم على المناير ونذكرهم على المنابر كما عرض سلفنا الصالح واحد من السلف قال عرضت على السيف خمس مرات أو أكتر قال لا يقال لي ارجي عن مذهبك يعني ما تخلي الدعوة السلفية وخش معانا في الإصلاح أو المركز العام أو باري فريق شنبات الجديد في إمتى؟ ما بقول لك كده قال وإنما يقال لي أسكت عن من خالفك قال له ما بسكت نموت في الدعوة دي في إمتى يا أبو عمران؟ ما قادر أنت؟ فوت بعيد يا أخي فوت بعيد الظلط ده هايوي أنت لو سيجل لك واحد بسهم ولا أنت فيك دخنة في إمتى؟ ولا قاطع كورونا ولا مصيبة فوت بعيد يا أخي خلينا نحن الشغل بتقنا دوت توكي دي في إمتى شغل أوتوميزارات مدور بحمد لله فضل من الله عز وجل دعوة طالة مدورة دارتها تقف جدام أنت؟ أوعك تقيل دبك في إمتى؟ أوعك تجي تلعب وتلبس على الشباب وإنت والجماعة شغالين بيتحتحت دين في جماعة كان بيشتغلوا تحت يطعم فيه دعاة الترحيد هذا الشاب وما أراد له أن يصعب يحسن نحن بن السابق في عمارة تمام في مخد يتخلي عركات الرجال النسوان دي خليك راجل أطعم في أهل البدع نصيحتنا للمسيبين لا دارين منكم جزاء ولا شكور ما دارين من الزول قرش ما دارين من الزول تعريفة ما دارين من الناس حاجة دارين نقول للناس أعبدوا الله براه أعبدوا الله براه خلوا الشرك خلوا الضلال لو ما مقتنعين بأدعوتنا أفتحوا لنا مناظرات في معحمد المنتصر أليزارك في القناة معحمد بابكر في قناة قناة درمان بتاعت الشعبي أبجضهم في إمتى؟ أفتح لنا في أي محل بحمد الله جاهزين تدوك ثلاثة سلفيات بيجيك أربعمية كتاب طائرات جوة طوارئ في الغنة هناك والله نجغمم ليك ونبقي ليك ألو السديو بتام كل طوبة تطير في محلة لأنه دا دين الله لأنه دا التوحيد ده حق ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال قل من رب السماوات والأرض يا ناس السودان قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء ربنا رب العالمين الخلق الكون زو ساعد ماف الخلق السماء زو ساعد ماف الجرلين أكنا زو ساعد ماف البشرين من الأمراض زو ساعد ماف قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالقوا كل شيء وهو الواحد القهار قل أهل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده كلام منطق غران ناغش بالغران يا أبو عمران ثلاثة مطويات في الحلبي وسبعة فيه زعموت ما ارتحل لك ناغش النازي بالغران وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستونا بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفو أنبئكم بشر من ذلكم لمن لم يلتزم دعوة الله ودين الله وصار يتمسح ويتقرب إلى المساكين إلى الضعفاء إلى الفقراء إلى الخلق إلى العبيد من صار يتقرب إليهم قل أفو أنبئكم بشر من ذلك بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا ربنا وعد الكافرين النار شنكد الآية بعدها ربنا قال يا أيها الناس يا أبو عمران ور الناس المثل ده ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الرسل من دون الله الملائكة من دون الله الأولياء من دون الله الجن من دون الله الشياطين من دون الله لن يخلقوا ربنا كما قال السعدي تحداهم بمخلوق صغير حقير وهو وجاء في الآية مفرداً واحدة لن يخلقوا ذباباً ولو اتمعوا له شوف التحدي ده من ربنا كيف يا أبو عمران أدي الناس الأدلة أدي الناس الآيات الموضوع ده الآن البلد دي والزمن ده ده ما زمن بتعلفه دوران ده زمن بتعوضوه بيجيك محمد المنتصر لذلك الصوفي بيقول لك أنا شيخ ده أي حاجة بسوية الله الشيخ بسوية تعال كباشي بيجيبوه في النيلة الأزرق بيقول لك أن إحنا شيخنا ده ربنا قال لهم ما يشاءون عند ربهم أي حاجة بسوية الله بسوية الشيخ بتاع الختمية قال لك شيخنا اسم العيدروس وسمي العيدروس لأنه قطع رأس بعض مريديه ثم أرجعه فسمي بالعيدروس وكان يقول رضي الله عنه كتاب فيوض البحور المتلاطمة أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسماء بانيها وربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون قال أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها التجاني في كتابة لفادة الأحمدية سجل يا ليزيري سجل واكتب وقيد وتعال ناغشنا في مناظرة تحداك في كتابة لفادة الأحمدية التجاني يقول يوضع لي منبر من نور يوم القيامة يراه جميع أهل الموغف التجاني مش ظهر في الدنيا ده داري ظهر في الآخر زاته والتلاسم الدسي أبو عمران ها التلاسم الدسي دقال لك يوضع لي منبر من نور يوم القيامة ثم ينادي مناد في أهل الموغف يا أهل الموغف هذا هو الذي كنتم تستمدون منه في الدنيا كبر ما قالوا أبو لهب ولا أبو جهل ولا عقب بن أبي معيب ولا الكفار الأوائل ولا من بعث فيه من نوع عليه السلام لبتانا الناس تسكن لبتانا الدعاة ساكتين ولذلك الشيخ رضيه حفظه الله ها بيّن بعد ما نقل حديث فاطمة بن تقيس رضي الله عنها قام جاب إجماعا نووي وابن حجر وغير من العلماء قال أنه يجب التحذير من دعاة أهل البدع بعيانه في امتددين عشان المسلمين يعرفوا السلف قالوا كان بيحذرون ونحن صغار صغار كان بيقول لنا فلان باسمه فلان وادعلان لو كان فيه أبو عمران كان بيقول لهم يا السلف دي ما صح انتو أحاد ساي أنا دارين الكثرة الكاثرة من السلف لب شان كده نحن بنقول لك زول ما وراك الطريق عديد زول ما وبين لك بيان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زول ما ضحت لك الباطل كما قال الشيخ الفوزان قال الزول ما بيتكلم في البدع وأهله هذا لا يسمى داعي أصلا إننا في سودان داعي شاب الشاب سعد ولا الشاب منه في امتد دعوة ساكت في حاجة يسمى تنزر الناس بالوحي تبلغ دعوة تكذبه بطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكون دعوة مرجوة مقبولة ربنا يرفع ويحفظ ويوصل للناس ويهدي بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي الطالب رضي الله عنه فوالله لئي يهدي الله بك رجلا واحدا نحن دعوتنا دي نحمد الله سبحانه وتعالى الناس ماشى في خير والناس ماشى في زيادة وفي معرفة للتوحيد ومعرفة للصوفية ونفض لغبارهم ولوثنيتهم ولأضرحتهم ولقبابهم لتركلها في مزبلة التاريخ لغاية ما بيقوا الصوفية بيجي يقولوا لبعض أخواننا يقول لهم والله آئدت بكلامكم داه بكلامكم داه قللت لينا الزباين بيجينا شغالين بمواهيم الجزيرة معلاش لكن دا كلامهم دا الكلام بتاع الخليفة بتاع الطيب هنا فيمتى الحمد لله دعوة ماشى ودعوة نحسبها صادقة ونسأل الله أن يثبتنا عليها ونسأل الله أن لا يلوننا في ديننا ونسأل الله أن لا نكون من ذوي الأوجه الكثير والعظيمة نسأل الله يهدي أضال المسلمين ونسأل الله أن يرد حائرهم إلى رشده وإلى الحق المبين وأقدم الشيخ مزمين ليختم هذه الحلقة دعوة نحنupد هو م Zahl الأسئلة ي tirر حتى يسهب لبعد مسلمين ترجمة نانسي قنقر